الذي تجديه معاقبة شخصين أو ثلاثة أو حتى عشر من الفاسدين الحكوميين ومرتكبي الانتهاكات في بلد يعج بالآلاف منهم وفوق ذلك كله هم ربائب المعاقب نفسه واشنطن فرضت عقوبات على أربع شخصيات من بينهم اثنان من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق ويعتبر المشمولون بالعقوبات الأمريكية من كبار الشخصيات التي تحوم حولهم اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم ضد المدنيين كما أن مصدر قوتهم ونفوذهم استمدوها من أرضية الفساد التي أنشأتها واشنطن في العراق منذ عام 2003 وما زالوا تحت غطائها وباستخدام المصطلحات التي روجتها يرتكبون الانتهاكات ضد المدنيين القرار الأمريكي يأتي تزامنا مع تشنج العلاقات بين واشنطن وطهران ويندرج ضمن سياسة تقليم أظافر إيران في العراق كما تدعي واشنطن هذه السياسة مبنية على مقاربة أمريكية في الفصل ما بين الحكومة بالنظر إليها كجسم مستقل يحقق التوازن بين الأطراف الإقليمية وبين الميليشيات بالنظر إليها كوكيل وحيد لإيران في العراق لكن هذه المقاربة تدل على تغافل أمريكي متعمد لحقيقة التركيبة السياسية والعسكرية في العراق والتي تؤكد أن الهيمنة الإيرانية تشمل كل مفاصل الدولة وتخيم على جميع الكتل والأحزاب والميليشيات المسلحة من زاوية أخرى يعتبر الفساد والانتهاكات التي قام بها هؤلاء المشمولون بالعقوبات الأمريكية جزءا من سجل أسود اشتركت واشنطن بكتابته في تاريخ العراق ما بعد الغزو كما أن نهر الفساد المتدفق ينبع من عقلية سياسية أمريكية وتغذيه روافد إيرانية وإلى وقت قريب من مرحلة الحرب ضد تنظيم الدولة كانت الشراكة الأمريكية الإيرانية في رعاية زعماء الميليشيات في أوضح صورها تلك المرحلة التي ارتكبت فيها أبشع الجرائم وتكدست فيها أطنان من ملفات الفساد الحكومية